تسعة وستون يوما تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الثاني عشر ديسمبر المقبل محطة سياسية ثالثة بموعدها الانتخابية بعد تأجيل الموعدين السابقين للانتخابات منذ استقالة رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة قراءات عدة للسياسيين تمخذت حول الأرضية التمهيدية للموعد الانتخابي القادم إن كان سيحمل عنصرين نزاهة والشفافية التي ينادي بها أغلبية الراغبين في سحب استمارات كتاب التوقعات وفي الأسبوع الثالث من طلاق عملية توجه الراغبين للترشح لمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا زالت تساؤلة عدة عالقة وتطرح فيما يخص المشهد السياسي بالجزائر وحول المد والجزر الحاصل خاصة مع الاحتقان والجدل السياسي بين مختلف الطبقات السياسية وفي عدم تقديم المعارضة لمرشحها وعدم مقاطعتها للانتخابات وفي الدرب السياسي ذاته الموالات اقترحت مرشحا لكل أحزابها مع دغيب الحزب العتيد الذي لا زالت المفاوضات قائمة ببيته وعودة لأفريل المنصرم أين طالب الجزائريون وقتها ببروز نخبة مثقفة عوض أرنب السلطة التي توجهت لمصعد ربح سعدان وموعد ديسمبر القادم ومع قرابة 120 راغبا في الترشح لحد الآن جمل فيهم الصالح والطالح من النخبة وفي انتظار ما ستفرزه قائمة المترشحين الرسميين تبقى الأيام وحدها كفيلة إن كانت الاستحقاقة القادمة حقا نزيها أم أن سيناريوهات التزوير ستتكرر تحت ستاري الشفافية ترجمة نانسي قنقر